ترجمة نانسي قنقر وتوفير سبل الراحة للصحفيين والإعلاميين من مختلف دول العالم أكثر من ألف صحفيا وعالميا حضروا لتقطية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين من مختلف القنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء العربية والدولية في ظل حرص وزارة الإعلام ومركز الاتصال الوطني على تقديم كل التسهيلات التي تساعدهم على أداء عملهم في أجواء من الراحة والسلاسة واليسرة وبما يتناسب مع أهمية القمة وتأثيرها الإقليمي والدولي منذ وطأنا مطار المنامي وجدنا الحفاوي والاستقبال على صعيد التجهيزات فريق اتحاد إذاعات دول العربية موجود هنا في عين المكان دعما ومؤازرة للتلفزيون البحريني الذي يؤدي واجبه على أتم ما يرام ما لاحظناه بصراحة وشفافية أقولك أن هناك خلايا نحل من العاملين تعمل على مدار الساعة بلا توقف يعملون بمحبة يعملون وهم سعيدين يعني منذ وصولنا إلى مطار المنامة نشعر بهذه الترتيبات المتعوب عليها كما يقول كما يقال سواء التجهيزات اللوجستية التجهيزات الأمنية التجهيزات الدبلوماسية ما تم تقديمه من معدات لوجستية من استوديوهات من بنا تحتية للصحفيين ليتمكنوا من القيام بأعمالهم طبعا كل شيء متوفر في المركز الإعلامي من خدمات لوجستية إلى بث مباشر والإنكات بث مباشر ليتمكن الصحفي من تقديم المحتوى الإعلامي والرسالة الإعلامية المطلوبة من هذه القمة المركز الإعلامي كان قد أنهى كافة استعداداته لتسهيل عمل الإعلاميين من خلال توفير كافة الخدمات اللوجستية والفنية اللازمة لهم وإثراء محتوى تقدياتهم الإعلامية وبما يتناسب مع أهمية الحدث والحضور الإعلامي الواسع أنا سعيد جدا بأن أكون في العاصمة البحرينية الحبيبة المنامة لتقديات هذه القمة سعيد برؤية هذه الجهود الرائعة من قبل الأشقاء البحرينين الذين يعودون دائما على أن يكونون متميزين في جميع الفعاليات التي يستضيفونها جدا العدد كبير في المركز الإعلامي والتجهيزات على أفضل وجه وجدنا تسهيلات كبيرة والله الحمد جميع التسهيلات موجودة جميع التسهيلات موجودة تعاون كبير من الفريق المشرف على هذا المركز واقع الأمر منذ الوصول إلى أرض البحرين الحبيبة وجدنا كل التجهيزات على أعلى مستوى احترافية مطلقة في التنسيق تسهيلات في عمليات التسجيل المركز الإعلامي على أعلى مستوى الأمور التقنية المتعلقة به بس الإفادات القادمة حتى من المركز الصحفي والمركز الإعلامي وكل ده بيعكس جهد كبير مشكور مش غريب على أهلنا وأشقائنا في البحرين ودايما في تقلقه إلى مزيد من النجاحات بإذن الله المركز الإعلامي يضم عددا من المكاتب والقاعات والأستوديوهات ووحدات الترجمة وتقنيات البث وأجهزة الكمبيوتر وشاشات العرض وقاعة المؤتمرات الصحفية كما يتضمن قاعة تحمل اسم قاعة البحرين لتعريف الإعلاميين والزائرين بإنجازات مملكة البحرين في مختلف المجالات وإرثها الحضاري العريقي والممتد ومعالمها الثقافية العديدة ومن بينها طريق اللؤلؤ تجهيزات إعلامية أعدت لتليق بهذا الحدث التاريخي الاستثنائي المتمثل بقمة البحرين بدورتها الثالثة والثلاثين بشكل الذي يسهل على الصحفيين والإعلاميين من مختلف دول العالم نقل مجريات الأحداث التي ترافق هذه الدورة التي يعاول عليها الشارع العربي الشيء الكثير زاء متنوع القضايا الإقليمية العالقة خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة